اشتركوا في القناة احب اشرح لكم انه احنا منحكي التوقعات على ثلاث اقسام ثلاث مراحل المرحلة الاولى احنا منحكي عن تواجد الكواكب وتنقلاتها في هذا الشهر القسم الثاني اللي هو توقعات البرج على حسب الشمس ايش بيأثر عليه يعني تنقلات الشمس والقسم الثالث واللي هو الاطول والادق اللي هو بيحكي عن كل بيت من البيوت وايش تأثيره ايش ايجابيته وايش سلبيته والايام الاكثر ايجابية والايام الاكثر سلبية بالنسبة لحركة الكواكب خلال هذا الشهر الشمس موجودة في الحوت من يوم تسعة عشر اثنين ورح تبقى فيها لغاية عشرين ثلاث صباحا وبعدين تنتقل لبرج الحمل عطارد بيتراجع في برج الحوت لغاية أربعة ثلاثة وبعدين بيرجع للدلو وبيستمر في التراجع لغاية صباح يوم عشر ثلاثة وبعدين بيرجع للحركة الامامية في الدلو لينتقل الى الحوت مرة ثانية يوم ستعاش ثلاثة ورح يظل في حتى نهاية الشهر بالنسبة لكوكب الزهرة موجود في الحمل في برج الحمل لغاية يوم خمسة ثلاثة وبعدين بينتقل للتور ويكمل طيلة الشهر في الثور أما بالنسبة للمريخ موجود في برج الجدي لغاية يوم ثلاثين ثلاثة وبعدين بينتقل للدلو بالنسبة للمشتري موجود في الجدي زحل موجود في الجدي لغاية صباح يوم مين وعشرين ثلاثة وبعدين بينتقل للدلو ورانوس في الثور ونبتن في الحوت وبلوتو في الجدي أما بالنسبة لتوقعات برج الجوزاء على حسب الشمس إيش بتأثر عليهم خلال فترة هذا الشهر هي بتدعم من مركزهم الاجتماعي والدفع بمصالحهم في مجال العمل عشان هيك بتتركز الأمور على المسئوليات اللي في منها مربك ولكنها مهمة وخاصة لموقعك المهني أو الشخصي بدك تنتبه خلال التنقلات وانتبه لوضعك الصحي إذا كان في حاجة استشير طبيبك راح تكون في لحظات مضطربة كأنك في امتحان كفاءة حاول أنك تكون جاهز انتبه على الصعيد الاجتماعي إما من منافسة أو على مركز اجتماعي أو منافسة على مركز معين أو ممكن يكون في مشكلة عائلية بتتعلق بأحد الوالدين راح تنقلب الأوضاع بشكل تدريجي لصالحك يبتداء من يوم عشرين الشهر ورح يكون الدعم وتأييد حليفك ورح تكون كلمتك مسموعة ورح يكون في مكاسب مادية ومعنوية ورح تنشط اجتماعيا ورح تبحث عن الأصدقاء والدعم والحظ رح يكون حليفك في خلال فترة اللي هي آخر عشر أيام من الشهر هيك الشمس بتحكي خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش اللي بتركز عليه خلال هذا الشهر إيش الإيجابيات وإيش السلبيات بالنسبة لبيتك الأول يعني أنا بستثني أول يومين بس اللي هو واحد واثنين شهر وباقي الشهر إجمالا شخصيتك قوية عندك اهتمام في مظهرك اهتمام في نفسك اهتمام بصحتك بكسمك يعني اهتمام بالشخصية ككل بتشحن حالك بطاقة إيجابية عندك إرادة قوية عندك تصميم وهدف معين حابب تتجهله خلال الشهر هذا إن شاء الله أنه يكون حليفك فكل شهر إيجابيا من ناحية نفسية أما من ناحية بيتك الثاني وهو بيت المال فأنا بقولك أنه الشهر هذا جمالا معدى يومين أو ثلاث أيام خلال الشهر هذا تكثر فيهم المصاريف ولكن أنه طيلة الشهر يعني في مردودات مالية في مساعدات مالية في اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي هم اللي رح يكونوا مستفيدين أكثر إشي في أشخاص منكوا رح يحصل على هدية أو على هبة معينة خلال هذا الشهر تكون قوية جداً وتدعم من مركزه المادي حاولوا بس أنكوا تقللوا من المصاريف حاولوا أنكوا ما تبذروا الفلوس اللي بتكون بين إيديكوا في أشخاص رح يهتموا بالفوترة أو جدولت الأموال ممكن عليهم ديون سابقة وحابين يجدولوها بالفترة هاي يعني خلال الشهر هذا بيكون الدعم حليفهم وبيقدر يجدولو الأمور بالإشي اللي بريحهم وبناسبهم أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه الشهر هاد يعني كل الطاقة موجودة عندك للتنقلات والاتصالات وحتى المشورات وحتى الإقناع الحدس عندك عالي جدا سرعة البديهة عالية جدا اللي عنده امتحانات رح ينجز بشكل رائع في كثير من التنقلات والسفريات القصيرة منكوا رح يشتري سيارة أو أجهزة إلكترونية أو تليفون كمبيوتر رح يهتم في كل شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات خلال هذا الشهر إذا دخلتوا بنقاشات فأنتوا اللي رح تتصدروا ورح يكون قدرة الإقناع عندكوا عالية جدا في منكوا رح يدخل في مصالحات ورح يكون خاطرهم طيب في نوع من أنواع التعاون بينكوا وبين الإخوة بشكل إيجابي خلال هذا الشهر أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو بدعمك على مستوى البيت بشكل قوي جدا في منكوا اللي مسافر بفكر أنه يرجع لأرض الوطن أو يزور بلده الأم رغبة جارفة للعائلة أو للترابط العائلة في منكوا رح ينقل من بيت لبيت في منكوا ممكن يشتري بيت أو يغير مكان سكنه أو إقامته خصوصا في آخر عشر أيام من الشهر بتكون بقوة أكبر ولكن بداية الشهر بتكون تمهيد لآخر عشر أيام في منكوا رح يرمم بيته أو يعمل بعض التصليحات أو صيانات أو يشتري أثاثي جديد في كثير منكوا رح يفرح إما بمولود جديد أو بمناسبة داخل البيت فرح ممكن خطبة أو زفاف لأحد الموجودين في البيت في مولود جديد رح يدخل عليكم البيت هذا أو تتبشروا بحملة جديد في أشياء كثيرة إيجابية بنوع من أنواع التواصل مع أفراد العائلة والاهتمام بصحة أحد الوالدين رح تكون واضحة خلال هذا الشهر في نوع من أنواع التقارب الملموس بينك وبين الوالدين أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أن الشهر هذا كثير من الحضوض العاطفية أو اللقاءات العاطفية رح يكون فيها كثير من لحظات الفرح والمرح رح يكون فيها في منكوا أشخاص رح يخرجوا عن المألوف في نزوات خلال هذا الشهر في منكوا رح يبدأ بعلاقات عاطفية خلال هذا الشهر أهم شيء أن ندير بالكم من النزوات يعني نوع من أنواع الأدبيات يعني لازم أني أنا أشير إلها أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالعمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك في كثير من النشاط رح يكون عندك خلال هذا الشهر في بعض الإنجازات في منكوا رح ينتقل من عمل لعمل أو يترقى في عمله في منكوا ممكن يطرح يقدم لطلب لتوظيف لشركة معينة وينقبله واللي حابب أنه يتوظف خلال هذا الشهر في يعني الأيام تقريبا إجمالا كلها إيجابية ما عدا يوم ثمانية الشهر وما عدا يوم ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين الشهر هدولة ما يحاول أن يقدم فيه الوظيفة لأنه هدولة يعتبر من أصعب أيام الشهر من ناحية العملية صحتكوا إيجابية ما فيه أي مخاطر إلا في الأيام اللي أنا ذكرتها يعني بزيد عليها اللي هو يوم ثمانية الشهر والأيام اللي أنا ذكرتها في البداية اللي هي ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين وستة وعشرين وآخر يوم بالشهر اللي هو واحد وثلاثين هذه الأيام ممكن تشعر ببعض التوعيكات الصحية أو بعض المرض أو الوهن وفي منكو ممكن أنه يجري عملية جراحية في هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه أمور العلاقات الداخلية بينك و بين الشركاء شركاء العاطفة أو شركاء بالمال هي قوية جدا في نوع من أنواع الترابط ما بينك وبينهم في نوع من أنواع التفاهم ممكن تطرح فكرة مشروع معين ويكون مستجاب لإلها ممكن تطور مشروع أو فكرة معينة ولكن إذا طرح عليك توقيع على عقود أو على شراكة جديدة أو على شيء في أيام أنا بدي أحذرك منها ما توقع على العقد دون دراسته واستشارة المسؤولين أو ذو الإختصاص في نص العقد على أساس أنه ما يكون ضدك اللي هو يوم 11، يوم 12، يوم 14، 15، 16، 17 ويوم 25، يوم 26 وآخر ثلاث أيام من الشهر 29 و 31 و 31 أما باقي أيام الشهر فهي إيجابية والحظ بكون حليفك أيضا أنه ممكن أنه بعض الموليد ورجل جوزة ما بنحكي ككل يخطبوا يكون في عندهم خطبة أو زفاف أو بداية شراكة زوجية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اهتماماتك بالقروض رح تكون عالية جدا خلال الشهر هذا أو طلب المساعدات المالية في منكو رح يحصل على أموال من ميراث أو من أمور إلها علاقة بالتعويضات من شركة التأمين أو من بوليس التأمين أو من ضريبة مثلا يكون إليك مستردات وأموال بنكية وفي بعض الهبات أو المساعدات ممكن تجيكم ولكن هاي لنسبة قليلة جدا من الجوزة فأقوى الفترات اللي فيها حظوظ هي أول ست أيام من الشهر أصعب أيام رح يكون فيها نوع من أنواع الضغط وبدأ تلتزم فيها الحذر من المخالفة القوانين أو دخول بمشاحنات مع رجال القانون اللي هي يوم 7 الشهر ويوم 11 الشهر يوم 15 16 17 ويوم 29 ويوم 30 أما بالنسبة لبيتك التاسع فهذا اللي أكثر إشي أنا بدأ نبهك منه دير بالك من المغامرات والمخاطرات دير بالك من الامتحانات أو تعاملك مع المؤسسات التعليمية أو على مستوى الجامعة مثلا من خلافات أو صدامات أو مشاكل في هذه الأماكن لأن الأمور عندك أنت صعبة جدا واللي بيرتفع لي قضية بالفترة هاي ما رح تكون لصالحه بالعكس رح يكون هو الحلقة الأضعف فعشان هيك بتكون تنتبهوا ما تعتمدوا على الحظوظ في الامتحانات فأثناء الصفة خصوصا على الطرق المفتوحة بدك تكون حذر جدا ما تتهور ما تغامر حاول أنك تتفقد سيارتك أو مركبتك بشكل جيد جدا إذا عندك موعد سفر على طيارة مثلا حاول أنك تروح قبل الوقت على أساس أنه ما تتأجل الطيارة أو ما تتأخر عن الطيارة أو ما يكون معك فيزة مثلا أو تذكرتك مضروبة بدك تتفقد كل الأمور هاي تقريبا نحكي إحنا طيلة الشهر كله ضغط على بيتك التاسع فممكن خلافات حتى مع أشخاص مقيمين خرج البلاد أو مع مؤسسات خارجية أو شركات خارج البلاد فدير بالك أما اللي مضطر عنده طلب لفيزة أو هجرة أو حابب يجدد إقامته طيلة الشهر وحابب أنه يعرف الأيام المناسبة فأنا بقول لك أنه يوم 18 لغاية يوم 24 هاي أفضل الأيام لتجديد الإقامات والسفر والتنقلات والعلاقات مع الأجانب أما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فنرجع ومنأكد أنه دير بالك من مخالفة القوانين دير بالك من أي باب ممكن يعني يشوه سمعتك حاول أنك تحذر حاول أنك أنت تهتم في نفسك راقب أمورك ما في داعي لأي مشاكل أو خلافات أو نزاعات ممكن تكبر وتصل لمرحلة تشويه السمعة فحاول أنه تنتبه خصوصا أول 12 يوم من الشهر هدولة قمة الضغط موجودة فيهم وهي اللي على أثرها ممكن يصير فيه خلافات ممكن يصير اللي بيشتغلوا مع الشركات الكبيرة ممكن يصير خلاف ما بينهم بين مسؤولينهم أو زملائهم في العمل أو شيء له إطار بعملك مع الشركات الكبيرة دير بالك وإحذر من المجازفات المالية أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه كثرة الضغط والعصبية عندك ممكن أنها تخسرك صديق أو تخسر علاقة اجتماعية مرموقة أو إشي كان معك من سنوات من الأصدقاء أو من المعارف تخسرهم في خلال الفترة هاي ممكن تكتشف غش صديق لإلك أو تآمر صديق عليك فممكن أنها تنتهي علاقة بينك وبين أحد أصدقائك بشكل واضح تماما حاول أنه إذا وجهت لك دعوة أو مناسبة لحضور مناسبة خلال هذا الشهر أنه تتمالك عصابك بدون انتقادات وبدون ردات فعل عصبية أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه ضاغط عليك بشكل كبير خلال الشهر هاد فعشان هيك حاول أنك تنجز الأعمال الموكلة لإلك ما تأجل أعمالك ما تحاول أنك أنت تتراخى في عملك ما تتأخر عن عملك ما تغيب عن عملك لأنه كل بيت المتاعب يركز على هاي الأمور وما تدخل أماكن أنت بتجهلها وما تدخل على أماكن محتدة فيها نزاعات أو فيها خلافات ممكن أن تتأذي نفسك فحاول أنك تكون حذر وتنتبه من الأشخاص برضو اللي بكيدوا لك بالخفاء أسأل الله أنه ولا إشي من السلب اللي إحنا حكناه يصير ما يصير إلا الإيجابيات والله أعلم أي توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء